أهلا وسهلا فيكم جميعاً هذا الفيديو يا جماعة قد يكون نهاية أحداث درامية وبداية أحداث أخرى مليئة بالأكشن لأنه تماماً مثل ما أريته بالعنوان رئيس مايكروسوفت بذات نفسه لا 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 مو رئيس إكس بوكس فيل سبينسر رئيس مايكروسوفت الشركة الأم أعطاك إياها من الآخر وأدلة بتصريح جداً شرس بيفتح النار على سوني وبعيداً عن أسلوب حب الجميع اللي عم تتخذوا مايكروسوفت وبهذا الفيديو إن شاء الله رح نتعرف على كل التفاصيل مع ردة فعل سوني اللي قد تكون صادمة فيلا يا سيدي وبدون أي مقدمات أكتر خلونا نبدأ أنا بحب أخذ المواضيع من بدايتها فمشان هيك خلونا نرجع للماضي وتحديداً قبل سبع سنين بالألفين وخمستاش سوني عملت عقد مع اكتفيجن بيعطي سوني كامل الصلاحية بتسويق أجزاء Call of Duty القادمة ابتداءاً من Black Ops 3 طبعاً التسويق بيشمل كتير أمور مثل الحملات الإعلانية البندلات الخاصة لأجهزة بلاي ستيشن استعراض اللعبة حصرياً عند سوني أو استعراضها عند أكتفيجن لكن باستخدام أجهزة بلاي ستيشن أو بظهور علامات تحكم بلاي ستيشن على الشاشة وحصول البلاي ستيشن على أشياء حصرية مثل أطوار أو مهام أو سكنات وإلى آخره هذا العقد رجع بفوائد عظيمة على البلاي ستيشن 4 وكان واحد من أسباب التفوق على الإكس بوكس بالجيل الماضي وسوني ما عنده أي تردد بإنه تجدد العقد لما بينتهي بالـ 2024 وهون بتبلش تصير الأمور مثيرة للاهتمام لما إجت مايكروسوفت بشهر يناير من هالسنة واستحوذت على أكتفيجن بليزرد ومعه طبعاً استحوذوا على كامل حقوق سلسلة Call of Duty فالآن سوني لو بده تجدد هذا العقد فحرفياً صار لازم يتفاوضوا مع المنافس المباشر إلن مايكروسوفت اللي بدورن لما استحوذوا على أكتفيجن أكدوا أكتر من مرة وبأكتر من مناسبة أنه اللعب لن تحصر على الإكس بوكس بل وإثباتاً لحسن النية أدموا عرض جداً مغري لسوني بمجرد ما أعلنوا عن عملية الاستحواذ ألا وهو تجديد العقد مايكروسوفت عرضت تجديد عقد Call of Duty مع سوني؟ معقول؟ نعم بتأكيد من جيم رايان بذات نفسه رئيس بلاي ستيشن قال أنه مايكروسوفت عرضت علينا تجديد العقد إلى 2027 ومع ذلك فإن جيم رايان ليس سعيداً نعم سوني غير راضي عن تجديد العقد هذا بحجة أنه ليس كافي شلون يعني ليس كافي؟ بعتقد أصدن فيه وحدة من التنتين إما أنه المدي أصيري يعني هني طمعانين بمدي أطول من هيك بكتير أو أنه العقد مبلغه كتير ضخم ومش مستعدين يدفعه فلذلك سوني رفضت العقد هذا طيب هل هذا معناه أنه بمجرد رفض للعقد راح تصير Call of Duty حصري للإكس بوكس ما بعد 2024؟ لا طبعاً لأنه فيل سبينسر رجع وأكد كمان مرة أنه حتى بعد انتهاء العقد لن تحصر كود على الإكس بوكس من الآخر يعني رح يعاملوها مثل معاملتهم لماينكرافت طب ياخ ليش جيم رايان مش رضيان؟ يعني شو سبب التخوف الكبير اللي عنده هذا واللي دفعوا أنه يسافر شخصياً لحتى يقابل منظمي الاتحاد الأوروبي لمحاولة منع إتمام الصفقة؟ شوفوا باختصار جيم رايان خيفان لأنه فيه احتمال أنه مايكروسوف تستغل حاجة سوني لCall of Duty وإبلشوا يطلبوا مبالغ ضخمة لا تستطيع سوني رفضها وبنفس الوقت لا تستطيع الموافقة عليها فبحسب كتير مصادر يقال أنه اكتيف فيجين بتربح سنوياً متوسط واحد ونص مليار دولار من صفقتها لCall of Duty مع سوني فلذلك خلونا الآن نفترض أنه سوني عم تدفع سنوياً واحد ونص مليار دولار مقابل كل الخدمات اللي بيحصلوا عليها من Call of Duty الآن نفترض أنه سوني جددت العقد إلى 2027 وبنفس المبلغ طيه ماذا بعد الـ 2027؟ شوفوا أنا بتوقع أنه مايكروسوفت رح ترجع تقدم عرض آخر من أجل التجديد 3 سنين إضافية لكن هالمرة العرض ما رح يكون مثل العروض السابقة هالمرة أكتيف فيجين صارت 100% مملوكي لمايكروسوفت وCall of Duty بكبرى صارت تابعهم وبيقدر يتحكموا بالسعر براحتهم بقول لك والله أنا بدي منك 3 مليار دولار مقابل استمرار حصولك على حقوق تسويق Call of Duty مبلغ جدا ضخم طبعا وممكن سوني ما تقدر عليه أو يمكن ما يوفي معهم من مبيعات ألعاب كود فهون لو رفضوا العقد منطقيا رح يصير حقوق التسويق عن مايكروسوفت وهيك بيكسبوا منه بشكل جنوني وبتدفوش مبيعات الجهاز والخدمات فوق ما هني أريدي كسبانين بنزوله من أول يوم للـ Game Pass وبنفس الوقت لو وافقوا على العرض رح يدفعوا مبالغ طائلي ممكن ما يقدر يطالعوها مهما باعت كود على البلاي ستيشن فهون هني منحطين بين نارين يعني لا بيقدروا يوفو ولا بيقدروا يرفضوه فلذلك قال لك جيم رايان انه مدة العرض ياخي مش كافي لأنه حاسس انه بمجرد انتهاء العقد الجديد بـ 2027 رح تستغل مايكروسوفت موقفها القوي وتبلش تطلب مبالغ هائلة مقابل تجديد العقد وإذا رفضت سوني تجدد معادة ما رح نحصرها للـ Xbox لا تخافوا بس ابقى قابلني لو حد يصار يعترف فيه عن البلاي ستيشن وهذا اللي ما بدن يا سوني هني بدن عقد طويل المدى لا يقل عن 10 سنين مثلا لحتى يضمنوا انه خلال هالفترة ما تلعب مايكروسوفت بديلة ويصير فيه تغيير بالمبالغ اللي مضطرين يدفعوها سنويا من أجل العقد وقد يكون عرض التجديد للـ 2027 من قبل مايكروسوفت هو اللي خلى جيم رايان وفريقه ينتبهوا لهالنقطة فلنفترض انه العقد كان بزيادة بسيطة مثلا 100 مليون دولار عن الطبيعة فرح يطلع هيك يقولك يا عم اذا انتو هلا عم تطلبوا 100 مليون دولار زيادي فشو رح تساوي بتجديد العقد القادم وانتو مالكين لـ Activision بالكامل رح تطلبوا 100 مليار؟ طبعا وخلال الشهر الماضي صارت في عدة محاولات من طرف سوني لمنع اتمام صفقة الاستحوار الجماعة ميحاولوا بكل موقوتوا من قوة انهم يمنعوا هالصفقة وكأن لو صارت رح تنتهي الدنيا وهون يا جماعة منجي لموضوعنا الرئيسي لعنوان الفيديو لما طلع رئيس مايكروسوفت ساتيا ناديلا بمقابل رسمي وقال نحن واثقين تمام الثقة انو صفقة Activision Blizzard رح تتم مع انه ادنى شك بهالموضوع ولن تلتغي مهما تعرقلت واختتم كلامه قاصدا بلاي ستيشن قائلا لو بتكن ياها منافسي فخلوا منافسي يا اووووو لا 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 مو طبيعي هدا حرفيا تصريح عم يفتح النار علي سوني وعم يقولون بتكن تمنعوا الصفقة بتكن تعاملو لحالكو photo'ن زعلانين علي الاستحواذ ما بعرف شو بتكن تتنافسو معنا يعني بها الطريقة اوكي خلونا نفرجيكم المنافسي شلون وبصراحة مع كامل الاحترام لشركة سوني بس لما بتفوت بمنافسي مع شركي مثل ماكروسوفت انت غالبا هون نسبة خسارتك أكبر من ربحك انا بعرف انه قسمي البلايستيشن اقوى بكتير من قسمي الاكس بوكس لكن سوني كشركة ما بتتقارن حتى بمايكروسوفت من ناحية النفوذ والقوة الان ممكن البعض يسأل طب شو الحل عن سوني؟ صاح؟ انه شو رح يقدروا يعملوا لحتى يجاروا قوة مايكروسوفت المرهقة؟ ممكن بعض من جمهور بلايستيشن مرتاحوا عم يقولك اه حبيب الات شي الهم سوني عنده God of War و The Last of Us و Horizon وحتى يمكن Silent Hill الجديدة تكون حصرية ولا تنسى طبعا سوني عنده Spider-Man شوفوا كل الالعاب المذكورة قبل شوي ما بتتقارن حتى باسوأ جزء من Call of Duty شعبية وارباحا فلذلك سوني لو بده عن جدة رد رد قوي وصادم لمايكروسوفت ويقارع بقوته جبروت Call of Duty فما في قدامهم بوجهة نظري الا خيار واحد مجنون لكنه قوي وصادم وقد يكون وقعه اكبر بكتير من وقع اصدار Call of Duty على Game Pass من اول يوم متخيلين؟ الخيار هو انه سوني تستعمل اخر ورقة رابحة بيديهم ويستغلوا علاقتهم القوية جدا مع شركة Take Two وياخدوا GTA 6 حصري للبلاي ستيشن 5 ها؟ معقول؟ لا 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 مستحيل مستحيل انا بقولك نعم معقولي لو ما بقي خيارات كتير بيئيت سوني لحتى ترد الصاع صاعين لمايكروسوفت فبحسب اخر التسريبات يقال انه GTA 6 كلفت عملية تطويره مجموع مليارين دولار يعني من اول ما بلشوا تطوير لحد ما يجي اليوم اللي بتنزل فيه اللعبة فممكن سوني تروح لعند روكستار وتقوله انتعالة هون خدو لي هالتلاتي مليار دولار على شرط انه GTA 6 تنزل حصريا للبلاي ستيشن 5 لمد لا تقل عن ثلاثة سنين او حصري للابد على الكونسل بشرط انه تنزل ايضا على البي سي وهيك بتكون سوني ردت رد قوي جدا على مايكروسوفت بسلسلي تقارع بشعبيتها سلسلة Call of Duty وقل بعض يطلع هيك قولي يا حبيبي انت عم تحلم مستحيل روكستار توافع على هيك عرض انا بقولك ليش لا لطالما عرف عن روكستار انه العابهن بتنزل اولا للكونسل مثل GTA 5 و 4 و Red Dead Redemption 2 ثم لاحقا بتنزل للبي سي وفي بعضها ما بينزل للبي سي من الاساس مثل لعبة Red Dead Revolver او Redemption فمش جديدي عليهم انهن ينزلوا لعبي لمنصة وحدي ومش جديدي عليهم انهن ينزلوا لعبي اولا للبلاي ستيشن ولو الموضوع فيه 30 مليار دولار يا حبيبي انا ما بس بنزلك ياها البلاي ستيشن انا بنزلك ياها وفو اريميك لجي تي اي 5 ما يفخوضها هيك هدية لكن طبعا بتبقى نظري ايجت ببالي وقد لا تصح لكن بوجهة نظري الرد القوي الوحيد اللي رح يخلي مايكروسوفت تراجع حساباتها وتقدم العرض اللي بيرضي سوني مع Call of Duty لانه موضوع الغاء الصفقة يبدو لي انه مستحيل فلازم سوني الان تفكر بما بعد اتمام الصفقة بنهاية الموضوع فيل سبينسر اكد انه بعد اتمام صفقة Activision Blizzard رح تبلش العابن بالصدور على خدمة ال Game Pass تدريجيا ومن اول يوم تماما مثل ما صار مع Bethesda وكيف انه بمجرد اتمام الصفقة نزلوا 30 لعبي بنفس اليوم لل Game Pass ثم كل الالعاب لاحقا بلشت تصدر من اول يوم مثل Starfield و Redfall ومؤخرا كمان Deathloop بعد انتهاء حصرة للبلاي ستيشن فلذلك ترقبوا الكثير من الالعاب Activision Blizzard النتيجة لل Game Pass خلال 2023 و 23 شاركونا رأيكم بالتعليقات بالموضوع هذا كله من اول ولاخره ضروري تشاركونا رأيكم لانه متحمس اسمع نظرياتكم قد يكون الفيديو هذا الحلقة الاخيرة بهالشابتر الخاص بالمنافسة قبل ما نفتتح موسم جديد كليا اقوى وامتع فشاركوا الفيديو هذا مع اصحابكن لو حابين تشاركون هالنظرية العجيبة وكل هالاخبار اللي ذكرناها اللايك كتير مهم الاشتراك اهم واهم يساعد لمساكن جميعا وانراكم ان شاء الله على خير سلام عليكم